نروح بقى لي الفنان شريف الدسوقي اللي كان بيعاني الفترة الأخيرة من أزمة صحية كبيرة جدا شكر الشركة المتحدة على متابعة حالته الصحية أولاً بأول طبعاً ضمن توجيهات القيدة السياسية وأكد أنه بيستمدوا قوته من مظاهرة الحب اللي بتحصره بعد إجراء عملية بطر قدمه وجه دسوقي شك لكل من اهتموا بحالته الصحية وقال أنه هو مش عارف يشكر إزاي القيدة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حتى السادر وزراء اللي وقفوا معاه وكان فيه متابعة كمان لحالته والدكتور كمان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعايز يشكر الأستاذ كمان أحمد الجنيني اللي شاله زي ما قال وكان ساعتها بيقول أنه هو كان بيصور معاه الفيلم ومش قايله أنه تعبان ما سابوش لحظة انتقل من مستشفى لمستشفى ورا منه يعني كان بيتابع حالته وكمان الشركة المتحدة ما سابوش ولا لحظة وهم التولوا كل حاجة وبيحمد ربنا أنه في مصر يعني الطب أصبح متقدم وأنه حالته الصحية الحمد لله أصبحت أفضل بفضل الرعاية الصحية اللي تلقاها في مصر وبفضل طبعا دعم الناس دعم الجمهور دعم الشركة المتحدة وأولهم طبعا القيادة السياسية اللي وجهت بيه أنه يكون فيه اهتمام كبير جدا لحالته شريف الدسوقي فنان موهوب جدا فنان متميز جدا وقدم أعمال قدر أنه هو يرسم الابتسامة على وجهنا من خلال هذه الأعمال يستحق مننا أن احنا ندعمه ونشجعه أنه هو يعني يرجع بالسلامة ويستحق كمان كل الدعاء وربنا يا رب يقومه بألف سلامة ويحفظه ويحميه خليء لأهله طبعا والكل محبيه ويخفف عن كل مريض يا رب إن شاء الله